هنا بيقول لك ABC is a red angle triangle at a B measure angle A equals double measure angle C تمام وقول لك أنا أعزل value cosine power 2 A plus 10 power 2 C value of cosine power 2 A plus 10 power 2 C فهنا أنا أعمل A ده يعتبر درس الراشيو ودماج لك الراشيو مع إيه دماج لك درس الراشيو مع درس الراشيو بيقول لك measure angle A equals double measure angle C الضابل يعني تمام أنت عارف كلا من ضمن البابرتز بتاعت الراشيو قلت لك أن angle A over angle C من angle A لسي ما ترجعش فاضي هيكون عندك 2 2 over A 2 over 1 2 over 1 2 over 1 2 over 1 وبعد كده خلاص بق هو أجياء لك أنا أعز كوزين معرفش إيه وبالاصل أطلع أنا ممكن أطلع measure angle A وممكن أنا ممكن أطلع measure angle C إزاي ما هي در إيش هقول له هنا angle A by 2 M angle C 1 M يبقى 2 M 1 M وأنا عارف أنه 2 acute angle دولت المجرى بتاعته ب90 ديجري لأنا عارف interior angle كله على بعضه 180 أنا أقول هنا سنة أنجل M angle A plus angle C هيكون equals 90 ديجري يعني 2 M plus 1 M equals 90 ديجري يعني 3 M equals 90 ديجري فبنى منها divide 3 وهنا برضو divide 3 هنكن سبدي معلي فالأم يطلع لك بكام 30 ديجري بيبقى عندي measure angle A 2 multiply 30 60 و measure angle C 1 multiply M اللي أنت طلعتها ب30 30 30 ديجري 30 ديجري يجي لك أنا عايز الvalue cosine A cosine 60 cosine 60 equals root 3 root 3 over 2 to the power 2 plus 10 C 10 بتاعته C عندك هنا معلش cosine half half power 2 والتان بتاعته C 1 over root 3 over برضو 1 over 2 1 over 4 plus 1 over 3 power 2 1 over 3 طالع لك 7 over 8 12 لكن ABC is a paragraph ودام بدألك المسألة بالname بتاعت الشكلة واسم الشكلة لابا انت تعرف على طول يبع انك هادضطر انك تستخدم اي بربرة من ضمن البربرة بتاعته بيقولك هنا of a surface area 96 يعني الarea بتاعت البروغرام دا كله على بعضه ب96 و ratio between APE to AC 1 to 3 ratio ما بين the two segment دولت هنا 1 to 3 to 3 عند AE الAE دي كلها على بعضه ب8 cm تمام ف بيقولك هنا انا عايز الانس of AD find the lens of AD في البداية كده الموضوع سهل جدا هم داخلك فيه ratio وحاجات من دي طبعا انت عارف ان الarea بتاعت البروغرام area of the bariogram بيكون equal the pace multiply A height the pace multiply height طب دلوقتي هو جابلي height height وانا عند البيس هو جابلي area فدلوقتي لو انا عايز اجيب البيس 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 الوا مين cb مثلا انا عايز اجيب مثلا cb ما هو ده البيس وده برضو البيس يبقى انا عشان اجيب البيس هقوله من الarea of the program divider height يبقى انا دلوقتي انا عايز اجيب البيس البيس بيكون equal to the area of the program divide the height area of the program عندك انا 96 والهيط لو ادوت هو دا الهيط 8 في الياخر اطلع لك بيكون 12 سنتيميتر ده البيس الوا مين با البيس او البيس او ال ايدي عشان اجيب اقوله كده كده ازاين ان الانس او ال ايدي equal to 12 سنتيميتر 12 سنتيميتر يبقى احنا لهذا كده ماخدناش اي حاجة يعني اه صعبة يعني ولا كلم من ده كل ده شغل قديم انت عندك انا اجاب لك الاريا بتاعت البيس و اجاب لك الهيط انت ممكن تكون انت ناسي الرول بتاعت الاريا of the program area of the program equals the pace multiple height طب دلوقتي احنا عايزين نجيب البيس البيس الوا مين السي بي او ال ايدي ده او ده اكون ايقوم زي الاريا divide the height nine six divide the height طلعلك بتولف طيب اجيه لك هنا انا عايز measure angle b طبعا انت عارف عشان نجيب measure angle b يعني هنجيب sine او cosine او التاني هنجيب sine او cosine او التاني طيب انت دلوقتي طبعا انت عندك ده right angle triangle ماشي ده right angle triangle لو عند ال a e b ده right angle triangle هو measure angle b اللي احنا عايزينها تمام ال opposite موجود تمام ممكن بقى اجيب الهيبوتونوس او ممكن اجيب البيس اللي هو ال e b يبقى انا دلوقتي عايز اجيب الانس بتاعت مين بتاعت ال e b ركز معايا ركز معايا انت عندك ديب three وعندك ديب one هتقول لي مستر تم ال one موجودة ايك لا احبب قلبي دي ratio ratio ما ينفعش وانا قلتلك قبل كده ال ratio ما تدخلهاش في اي حاجة ما تدخلهاش في اي operation الا لما تحط له ال constant اللي هو مين بقى ال constant اللي هو ال m اللي هو مين ال m وقبل اصلا ما نعمل الكلام ده انا عايز اطلع على value بتاعته طيب ركز كده معايا دلوقتي انا عايزك بس تتفهم احنا نعمل ايه احنا عايزين نجيب طب عشان نجيب بيه لازم نكون على القالة اللي عندي هنا في triangle two sides انا عندي ال side اللي هو ال a e هتقول لي مستر تم ال a b ب one يا حبيب قلبي لا دي ratio ratio هو قال لك هنا هي ratio one two three دي ratio احنا عندنا معلومة بتقول ان ال lintz بتاعت ال base ده ال base كله على بعضه لسه مطلعينه ب 12 lintz of the base هتكون equal to the 12 طب انا اقول له بقى اين هي هحاول ال ratio دي ال constant هولا لات ان ال b e ال b d 1 m وال c e ب 3 m يبقى ال b e 1 m وال c e 3 m بس طبعا انت عارف ان ال summation بتاعتهم ب 12 يعني تجمعهم في الاخر يطلع عليك في الاخرية 12 يعني 3 m plus m يطلع عليك 12 ب 12 ليه؟ ما هو ده ال lintz بتاعت ال base اللي احنا انسا مطلعينه هنا في 1 m يبقى يطلع عليك 4 m equals 12 يعني ال m يطلع عليك 3 احنا فرضنا ده ب 1 m ليه ب 3 طب لو عايزة يطلع على ال lintz بتاعت ال c e احنا قلنا ان هي هديات هتكون ب 3 m وال m اللي احنا طلعناه ب 3 يعني 3 multiple 3 ب 9 يبقى دي 9 cm و دي 3 cm يبقى انا كده حاولت ثاني 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 دي راشيو الفكرة بتاعت المسألة او الطريقة بتاعت المسألة او مهارة المسألة هتحتاجها في مسألة كتيرة يجيب لك راشيو ايه تثبت الدنيا كده تمام فعشان كده اقوله هنا للايط ان ال b e ب m وال c دي بردو هتكون ب 3 m وانا عارف ان الصميشن بتاعتهم كان ب 12 فعشان كده اقوله هنا زان ال m plus 3 m equals 12 يعني يكون عندك 4 m عشان هنا في 1 equals 12 يعني ال m تطلع عليك ب 3 لما نعملها divide the food وهنا بردو divide the food يبقى ال m ب 3 يبقى lintz وفي ال b e هتكتبها له بقى ب 3 طبعا احنا قلنا دي ب 3 m هو مش عايزها بس اول 3 ابدأ بها اطلع عن measure angle b sine ولا cosine ولا tan والله اللي عنده هنا opposite وعنده هنا adjacent يبقى كده هجيبه له tan tanel b هتكون equals opposite overlay adjacent 8 divide 3 افتح بقى الكالكليوتور بتاعتي بابا اقول له هنا tan عشان نجيب ال angle اقول له shift to 10 8 over 3 equal وضغط هنا على comment 69 26 38 اهلا ده المجرب بتاعت ال angle ap 69 26 38 طيب احنا كده طلعنا المجرب بتاعت ال angle b جاء لك هنا بابا انا عايز ال lens وفي ال ab to the nearest one decimal use more than one way يعني استخدم لي اكتر من طريقه انا عايز اطلع ال lens بتاعت من ال ab والله ممكن اجيبها له من الاول باستجرة ثيرا لان انا عندي هنا ده راية انجلت راينجل فاقول له هنا بابا ايه الباستجرة ثيرا اقول له ايه اقول له ال lens في ال ab ونعمل هنا root طبعا ده هي buttons هناخد ال 8 power 2 plus 3 power 2 لا امنعك الكالكليوتور كده اقول له root 8 power 2 8 power 2 plus 3 power 2 هيكون equal to root 73 اللي عملنا لابا ابروكساميات خلي بالك قال لك اعملي ابروكساميات to the nearest one decimal please ال one decimal هنا هنضغط اعطنا على sd اللي هو 5 ال 5 هبص على الفور الفور مش هيددي له هيبقى عندك هنا 8.5 وتعمل هنا علمت الايه ابروكساميات تقول له هنا سنتيمتر طب فيه طريقة ثانية ايه الطرق الثاني ممكن استخدمه برضو ما انا معايا اصلا انجل بي احنا عرفنا انطلع انجل بي فممكن اقول له مثلا انا معايا هنا ال هيبوتونس هنا اوات ومم عندي هنا ال opposite ده ال opposite وانا عايز اجيب ال هيبوتونس من الترجومتريك ريشيوز او الفانكشن اللي بيكون فيها opposite وهيبوتونس اللي هو الساين فانا بقول له هنا الساين ال بي هتكون equals the opposite over hypotenuse وممكن تجابه برضو بالكوزاين عشان فيه adjacent الساين ال بي اللي هو الساين الانجل اللي عندنا دياد بس المكان هنا دياد تعالوا اخده تحت كده طبعا احنا امطلنا دي بتري وعايزين ال هيبوتونس اولو ساين ال بي اللي هي عندنا دياد ساكستي ناين 26 ثو اي ايت ديجرين منت ساك هيكون equals the opposite اللي هو الاي اي ايت over hypotenuse هو الاي بي قلتلك قبل كده تركاية كده عشان ما ايه ماتتهش عشان يجيب اللين ال اي بي بصد دول هيبدلوا اما كانوا ببعض يبال اي بي هكون اي اي ايت اوفر ساين سكستي ناين 26 ثري ايت يمسك لك الكليتر بتاعتك عشان يتاكد هتطلع نفس الانسر ولا لا اقوله ايت اوفر واقوله هنا ساين سكستي ناين كوما 26 كوما ثري ايت كوما واقفل ال براكت اقوله equal واضغط هنا على الا اه ايت بوينت باها نفس الفكرة برضو الفايف هتبص على الفور الفور مش هتديلها هتكون برضو ايت بوينت الايه الفايف سنتيمتر ولو عايز تعملها برضو بالكوزاين برضو هتمشي برضو معيك السؤال اللي بعد ده تحس انه صعب بس انت اي اعتبر اخدت فكرته في الدرس اللي قبليه يعني هنا بيقولك ال اي بي سي دي از اي سوسوس تربيزيوم وعندك ال اي بي اي قولز سي دي تمام وعندك ده 5 سنتيمتر دي 11 سنتيمتر ماشي بيقولك انا عايز ميجر انجل بي وعايز ميجر انجل سي طبعا في البداية انت بتحل تريجومتري والتريجومتري عايز راية انجل ترينجل وهنا مفيش راية انجل ترينجل فعشان كده اكيد هنعمل هنا ايه هنا مثلا اي وهنا مثلا ايه الاف فانت بتقوله كده في البداية الدي ايه طبعا هتكون بربندوكتر عايز ميجر على البي سي والاف برضو هتكون بربندوكتر برضو على البي سي هنا بربندوكتر وهنا بربندوكتر تمام ميش وبعدين انت عندك هنا لو جدت لاحظ هتلاقي عايزين نثبت ان الشكل ده هيكون عايزين نثبت ان الفجر ده هيكون هنا خلي بالك ما بتتحلش بالشبه يعني ما تقولش ايه ده بالشبه هتبقى سكوير ده بالشبه هكون انا بحلي دلوقتي عشان بفهمك وبامشي بخطوات بنفس طريقة تفكيرك يعني انت في البداية لما نيجي تحل المسألة امشي معاها واحدة بواحدة بالقلم الروصص معاك كده وتقعد بقى ايه تطلع الجيفن وتعملها حل اي كلام كده حل كروكي يعني طب ده سكوير وده ركتانجل هتقولها ميستر هو بين هو ركتانجل يا حبيب قلبي يا حبيب قلبي ما تطلع ليش الجهد انصر وتقعد تجاوب علي وتقعد تجاوب احنا عايزين نفهم لان في بعض المسألة ممكن على فكرة يجيب الشكل سكوير وببعض المسألة بينا انها سكوير بس هي في الاساس ركتانجل يعني في الناس تشوف المسألة ده وتقول لك ده سكوير عرفت منين ده بينا خالص هي حباية هي حباية عشان تكون بينا تعالى كده طبعا احنا نزبط ده الشكل ده هيكون يا ام ركتانجل ام سكوير مهم يعني هنشوف نكمل انت عندك ده سبتنا ان هو شوف انا بقول ايه سبتنا ده سكور او ركتانجل فهدايا هيكون بفايف فالاوبزت ده مرده طلعلك بكام بفايف اه وبعدين فانا عندي ده بفايف وعند البيس ده كله على بعضه بأليفن فأليفن مايناس الفايف طلعلي بسكس هتطلعلك بكام طلعلك هنا بسكس تمام فالسكس ده هتوزع 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 فهتبق بسري ودي بسري لو فتحت الجاد انسر هتلاعه عمللك كده هتلاعه عمللك كده بس في الاساس برضو ليه مهم ممكن برضو مايكونش برضو قد بعض مهم ممكن مايكونش قد بعض خلي بالك مهم ليه اعمل كل حاجة بسببها خليك طارب شاطر وفاهم ما تمسكش الجاد انسر وماش وراه الجاد انسر ماهو الا بيشوف الاجابات انت بتشوف الاجابات صح ولا غلط بس انت ممكن يكون عندك طريق احسن منه بكتير على فكرة فما تكونش ماش وراه احنا هنحط هنا ثري وهنا هنا ثري انا ما قدارش اقول موالينجر انجل ديبي ثري ومالينجر انجل د ديبي ثري بس هنثبت ان Two triangle dollar هيكونوا هنا ايه احنا هذبت ان two triangle dollar هيكونوا ده وده انت عندك هنا ان AB equals DC وعندك major angle AFB equals major angle D E D C finals laser analy mund tempty green وعند taki هنا ان AF ستكون equal z min DE اي ان كان باقي الشكل ده ريكتانجل ولا سكوير هو اقوض وممكن نثبته ان هو بريرو جرام وزا رايت انجل خلي بالك انا ممكن اقول ان ده بريرو جرام وزا رايت انجل مش فاهم يعني الريكتانجل والسكوير في الاساس اصلا كان هما في الاساس بريرو جرام شغل قول عداري يعني انت عندك مثلا الشكل ده كده ده كده بريرو جرام تعرف لو عملت ايدت كده وده كده وده كده بقى ريكتانجل لا مسا سكوير ريكتانجل بقى ريكتانجل ففي الاساس اصلا الان كانوا ايه الريكتانجل والسكوير والرومبوس في الاساس اصلا هما كانوا ايه عمل زي القلب انت مسلا او ممتك مسلا عايزة تعمل كيك على شكل قلب فبتجيب القالب البرو جرام ده يعتبر كده القالب بتاعه فأنا ممكن أثبت أن الشكل ده برو جرام برو جرام برو جرام برو جرام بقى ده سكوير وانا ركتانجل مش هتفرق بس أنا أنا قدر أقوله في الآخر زين H2 opposite sides are equal كل 2 sides قصة بعضة هيكونوا هنا ايه equal فهنا قولي الأف equal to mean D E وبعد كده قلوا كده زين أو ممكن أقوله يعني هثبت أن هتفرق دولة بيكونوا equal بأكتر من طريقة فيه طرق كتيرة يعني قلت له مثلا أن ال A B equals D C تمام وقلت له مثلا أن measure angle A F B equals measure angle D D E C A F B equals measure angle D E C تمام وقلت له برضو أن ال A F equals D E تمام كده خلاص يبقى زين 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 تفرق را كونجراند يبقى two pieces زين هيكونوا equal يبقى دي بثري ودي برضو بثري دي بثري ودي برضو بثري يعني عرفت أطلع ده بثري وعرفت أطلع ده بكام بثري خلي بالك أنه في البداية قالين A B equals D equals D C 5 cm يعني ده 5 وده برضو 5 أقدر أطلع measure angle B أقدر أقدر أطلع A F أقدر عن طريق بيثاجر هتطلع لك هنا 4 وأطلع لك هنا 4 وده طلع في الآخر Dictangle شفت اللفة المعاصر عمل إيه مش عمل كده المعاصر مش عمل كده يبقى نعيد من تاني نعيد من تاني احنا عملنا construction فأنا بقول له ايه هنا أقول له since then أو since AD parallel mean to PC جابت من ده مستر مع أنه مش جيبة في الجيبن لأنه قال لي هنا أنه ده اسوسر ترابيزي ومنضمن البيباتيز بتاعت الترابيز من H أنه بيكون عند هنا two sides are only parallel عندك بس two sides بس بيكون parallel ده منضمن البيباتيز بتاعت الترابيزي فأقول له since إن AD parallel mean الBE أو BC ممكن هنا وحط هنا F أو EF وبعد كده فأقوله since إن AFE is a right angle triangle then AFED is a program with a right angle triangle is a program with a right angle triangle فيكون عندك كنن AD equals AF equals 5 cm هنسبت بقى إن two triangle دولتها هيكون congruent أنا عايز أكتب لك لو كتبت هيبقى موضوع ممل بصراحة يعني the two triangles ما لهم أقوله هنا AB equals DC وأقوله كمان measure angle AFV equal measure angle DEC وأقوله كمان إن AF equals DE E ما نسبت إن ده program with a right angle يعني إدز زين H2 opposite size بيكون هنا E equal Z Z 2 triangle are congruent يعني BF هتكون equal Z EC في 6 اللي كانت طرعت من 11 D هت هنعمل ها A divide 2 هنا 3 وهنا 3 ومنساش إن DC 5 وال AB 5 عايز تطلع AF بالبيثاجر Theorem ممكن بتطلع لك بF هتقول هنا root وتاخد بال 5 هنا power 2 و هتطلع لك 4 سنتيمتر طبعا كل ده بتتحبش بتاعتك والحل بتاعك عايز بقى مع l'an عايز major angle B حاضر من عناية جوز ومرخير اللوز major angle B أحلى major angle B تبقى بقى sine كوزين تان براحتي أنا عند opposite وعند هنا يبقى قوله هنا sign B هتكون equals opposite over hypotones تعال بقى نفتح وقاله هنا أطلع واضغط هنا على كوما 53 7 48 أهي طبعا أنت عايز كمان أنا عايز angle A خلي بالك أنا عايز angle A كلها يعني أنت معاك هنا right angle احنا لسه سبتين ان ده هيكون rectangle angle أو program with the right angle ده 90 degree طبع ما عرفش هتطلع measure angle دي B AF عشان همضمها مع بعض في الآخ measure angle B AF angle B AF هتكون equal the opposite over hypotones 3 over 5 طبعا هقوله باب sign برضو على calculator shift sign 3 over 5 equal هضغط هنا على 36 52 and 11 طبعا 6 هتعمل هنا round 11 هتعمل هنعمل aproximate يبقى 36 52 to 11 to 12 degree minute second علشان ابقى يطلع measure angle A كل على بعضها هنعمل plus 90 30 لو هجدت تعمل هنا plus 90 و هتعمل على الكومة 126 52 و طبعا هتعمل بروكسامية طلعلك بكم 12 12 اهيت 126 52 and A 12 يبقى المسألة لو انت فاهم هتعرف تحل وتطلع احلى حلول ماشي انا عايزك تفهم بالله عليك انا عايزك تفهم بالله عليك اش عايزك تحفظ هنا بيقولك انا عايز الarea of the trapezium A B C D انت عندك الارة بتاعت الترpezium الarea of the trapezium بيكون equals Pace 1 plus Pace 2 divided 2 multiply the height Pace 1 plus Pace 2 multiply the height فين Pace 1 لوله فقد 5 plus Pace 2 كود ده by 11 divided 2 multiply the best 2 اللي هو البس الكبير ده multiply height اللي هو دوات ده height ده الارتفاع 4 طلع لك في الاخر 32 cm2 يبقى Pace 1 plus Pace 2 divided 2 multiply the height Pace 1 plus Pace 2 divided 2 times the height و بس طب المسألة دي عارفك ها زياها ذاها بالضبط وتفه جدا لما اجح المسألة ركز بقى عشان في طلبة غشيمة اللي هو ايه A B C دي ايه زي ترابيزيوم يا سلام سلام لا يريد بس كل المنهج يكون زي الترابيزيوم أنا خلاص فهمت بقى ده الطالب ويوم عامل كده يوم راسب بقى ايه ترابيزيوم يوم عامل كده بقول لك ان A D بارل B ده آه عارف ان A D بارل B C آه ده بارل ما عارفش ايه يبدأ يلبخ من اول الحتة دي يبدأ يعني انت اللي مفوت يكون جاهز لأي سيناريو لأي مسألة انت مش في ساتة تبدأ بتحفظ شوات مسألة عشان يجيب لك منهم في الامتحان ده ترابيزيوم في هنا ومش الانجل A B C 90 دي يبقى انا كده وانا بكرأ اعرف ان هيكون في عند هنا ترابيزيوم ده هيكون يعني اسمته اختلفت هتبقى كده كده ده الانجل كده كده قالك A B C يبقى معنى كن اللي في النص P هو اللي يبقى هنا A وهنا P وهنا C حط D تفرق الA D Paral to PC هذا AD Paral mean to PC وقالك الAB 12 AD 16 BC 25 كل ده جاب هلين بل انا عزل اللين بتاعت DC طبعا انت عارف ان انت كده كده هتعمل كل اصدراكشن هتقول انا draw D E مثلا برضو هنسبت ان الشكل ده ايه ده ريكتانجل عرفت من جاب لك اللين و جاب لك الدراج ده وفر علي قلونا سنس ان AD parallel to PE ومجر انجل ب 90 degree ثن AB ED is a rectangle سنس ان AD parallel to PE تمام مجر انجل B equals 90 degree ثن AB ED is a rectangle ثن H2 opposite sides are equal in lens كل 2 sides اصد بار بيكون equal in lens 12 ده باردو 12 انت عندك 16 هنا باردو 16 طب الانسب تحت c باردو اطلع لك بك اول 25 minus 16 اطلع ب9 cm لقيت نفسك دخلت جوا red angle triangle ده اول هنستخدم بيثاقرة theorem هنطلع DC CD root 12 power 2 plus 9 power 2 تقريبا هنطلع لك 15 cm هي الاجابة اصلا 15 cm طب يجي لك انا 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 طلع بقى بالSine او Cos او 2 براحتك ليه لان Sines بتاعت كلها عندي Sines D يعني في Right Angle Turing كل Sines عندي موجودة عايز تاخدم Sine عايز تاخدم Cos عايز تاخدم Tine ما فيش اي مشكلة خلاص براحتك يبني اقول Sine C عندك Sine C opposite over high button S امسك calculator مش لازمة نعملها Simplify وقوله هنا Shift Sine 12 over 15 equal واضغط هنا على common 53 778 طلعت معك يعني 53 748 مش همعلم مش همستفر تمام يبقى انا كده عارفت اطلع الانجل عايز تعمل Cos برضو نفس الكلام طب يجي ولكن عايز تجي dcb اللي احنا النسم طلعنا اصلا minus 10 acb sin dcb مستر اللي احنا طلعنا dc e يحول ما هي نفس الانجل نفس الانجل يحول انت حافظ مش فاهم هي هتختلف لما كانت لما بتتغير شي حرام عليك حرام عليك ركز يعني اقول ايه هنا يعني اقول ايه حاضر dcb اه 12 over 50 minus 10 acb فين acb اه ارسمها اعمل لكم construction كده acb دخلك جوة red angle triangle دوت بصلي على red angle triangle دوت ده ده اه انت عايز 10 بتاعت الانجل دي طب 10 بتكون equal ذا opposite over adjacent ده opposite وكل adjacent اللي هو 25 اول minus 12 over 25 لو منا عالك الكليتو 12 over 15 وقلو هنا minus 12 over 25 8 over 24 وزي ما قلتلك انا بعرفك الحل بس في الاساس اصلا في الاساس لازم انت تكتب الحباشتكنات بتاعتك كل مسألة تاخد حقها بس 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 موسيقى موسيقى موسيقى